اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مدس الوزراء على اهمية موصلة تشجيع وتحفيز نمو الاعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية والعمل على تعزيز مقومات البيئة الابداعية فيها من خلال رسم السياسات الرامية الى الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة وتحفيزهم على الابتكار والريادة بما يسهم في توفير الفرص الواعدة ويحقق المزيد من النماء والازدهار للوطن والمواطن ويلبي تطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة الفعالية الختامية للنسخة الخليجية الثانية من برنامج رواد القصر والتي يقيمت تحت رعاية سموه في قلعة عراد بحضور عدد من كبار المسؤولين حيث اشاد بالطاقات الخليجية الشابة التي صنعت الموذجا ناجحا عبر ما قدمتهم مشاريع متكرة اكدت على ما يحظى به الشباب الخليجي من دعم ورعاية اسهمت في تشجيعهم على الابداع وتأسيسهم لمشاريع ناجحة ورائدة مهنئا الفائزين في البرنامج ومثنيا على جهود كافة المشاركين الذين ظهروا بمستوى متميز عبر ما قدموه من افكار ابداعية وخلاقة برهنت على مدى تميزهم في طرح المشاريع الناجحة المتنوعة ونوه سموه بما يمنحه البرنامج من فرصة عالمية هامة لعرض تلك الافكار والمشاريع واسهمه في تنمية مهارات المشاركين القيادية وتعزيز ثقافة الابداع والابتكار لديهم هذا وقد اطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على المشاريع المشاركة في برنامج رواد القصر في نسخته الخليجية الثانية والتي اقيمت بالشراكة مع صندوق العمل تمكين واستمع سموه الى شرح من المشاركين حول مشاريعهم التي قاموا بطرحها خلال هذا البرنامج مشيدا سموه بما رأاه من تميز في هذه المشاريع والتي ترجمت افكارهم الابداعية المبتكرة وفي كلمة لسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة اشار الى همية مثل هذه المبادرات في فتح المجال امام رواد الاعمال لتوسيع نطاق اعمالهم الناشئة والتوسع فيها معربا عن جزيل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام وحرص لدعم الطاقات الشبابية في مجال ريادة الاعمال ونوه سعادته لما توفره هذه المبادرات من توفير التدريب والدعم اللازمين للعاملين في قطاع الاعمال فضلا عن منحهم فرصة للتواصل مع شبكة واسعة من رواد الاعمال سواء على مستوى المنطقة او العالم والتعرف عن قرب على تجاربهم الريادية اضافة الى الاستفادة من الخبرات التراكمية للخبراء والمختصين في هذا الشأن فيما يعزز مسيرتهم الريادية كما نوه سعادة السيد الزياني باهمية هذه المسابقة فيما ينسجم مع الاهداف الاستراتيجية لمملكة البحرين في بناء ثقافة ريادة الاعمال وتنشئتها في المملكة فضلا عن المنطقة واجاد الفرص السانحة لرواد الاعمال للانطلاق بنجاح في اعمالهم من جهتي عرب معالي الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس ادارة صندوق العمل تمكين عن بالغ شكره لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من تشجيع لرواد الاعمال بصورة مستمرة مبينا معالي ان المشاركة في هذه المسابقة تعكس حرص واهتمام المملكة على نشر روح ريادة الاعمال ومنح رواد الاعمال المنصة لعرض ابتكاراتهم والتواصل مع المجتمع الاكبر لريادة الاعمال بما فيه من خبرات وتجارب مخضرمة لتقديم انموذج اكثر تميزا في هذا المجال وقد قدم تسعة رواد اعمال خلال الفعالية الختمية مشاريعهم في عرض مدة ثلاث دقائق امام حضور يضم عددا من المدعوين والمختصين في مجالات التكنولوجيا والاعلام وعددا من المستثمرين الذين قاموا بالتصويت على المشاريع حيث فاز بالمركز الاول مشروع مافي في ار ستوديو من مملكة البحرين للمتسابقة شهد الزاكي وبالمركز الثاني مشروع اريام من دولة الامارات العربية المتحدة للمتسابقة اريام احمد في حين احتل مشروع دوك وير من مملكة البحرين المركز الثالث للمتسابقة نهل السندي وفي ذات السياق فاز مشروع اريام للمتسابقة اريام احمد من دولة الامارات العربية المتحدة بجائزة اختيار الجمهور حيث تم فتح باب التصويت الجمهور الكترونيا خلال المعسكر التدريبي المنعقد في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري ومن المقرر ان تتنافس المجموعة المتأهلة من رواد الاعمال في النسخة الخليجية مع نظرائهم من مختلف دول العالم والمزمع اقامتها بنهاية العام في لندن بالمملكة المتحدة الجدير بالذكر ان مملكة البحرين تستضيف برنامج رواد في القصر هذا العام للمرة الثالثة منذ اطلاق هذه المبادرة في العام 2014 وذلك بالتعاون والشراكة الاستراتيجية بين كل من برنامج رواد في القصر وصندوق العمل تمكين حيث تستضيف النسخة الخليجية للمرة الاولى واستضافة النسخة البحرينية لمرتين وتهدف المبادرة الى توفير منصة ريادية لرواد الاعمال من مختلف بلدان العالم وربطهم ضمن منظومة خبراتية وتعارفية للتعرف على النمو والتطور لأعمالهم وذلك ضمن برنامج متكامل يسمح بالتفاعل مع سوق ريادة الاعمال الدولي واستفادة رواد الاعمال المشاركين من شبكة دولية واسعة من الخبرات والدعم والمساندة على يد مختصين محليين ودوليين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة